اشتركوا في القناة محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رحمه الله سائلا جلالته المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليثة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواسى إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمنها جلالته صادقة عازيه ومواساته بوفاة أخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رحمه الله دعيان الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليثة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواسى إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه ومواساته بوافاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رحمه الله ضارعا إلى الباري جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته